باسم الله الرحمن الرحيم أحبا يا عزائي محبي ومشاهدي ومتابعي قناتكم المفضلة قناة ذكرات ابراهيم خلاف للذكور أهلا وسهلا بكم النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عمود الجبس اللي حضرتكم شايفينه ده بتينا على السريع طبعا إحنا هنستخدم مسادس الرشة يا جماعة على السريع يا ريت تنولي عجبكم طبعا إن شاء الله إحنا بدأنا بتنظيف العمود كويس وصنفرنا كويس وعطناه له وش سيلر خشابي على السريع طبعا بعد ما نشاف بنديله دلوقتي وش برضو فيلر زي ما حضرتكم شايفين فيلر أبيض زي ما حضرتكم شايفين بمسادس الرش كده على السريع طبعا يا جماعة البتينة بتاعتنا إن شاء الله هتكون بمسادس الرش وطبعا بعد اللمسات الخفيفة على السريع إحنا طبعا شغالي بمسادس الرشة يا جماعة خلصنا الفلار بتاعنا بعد ما قلبناه كويس وعطناله وش بيه دلوقتي بنشتغل برضو بالدوكو الرصاصي الغامئ طبعا بنحاول إن إحنا نبتن برضو بالمسادس نظل زي ما حضرتكم شايفين كده تظليل على السريع خفيف وزي ما اتفقنا يا جماعة إن حضرتك لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا أو بتشوف شغلنا ياريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل مشاركة علشان الناس كلها تستفاد من الفيديوهات بتاعتنا طبعا بنزل على قد ما نقدر بين الورود والفراغات الموجودة باللون الرصاصي الغامئ طبعا يا جماعة إحنا شغالين بألوان دوكو كلها طبعا المواد اللي شغالين بيها دوكو طبعا بنعمل الظل بتاعنا على قد ما نقدر ونبدأ نبتن طبعا الورود بألواناتنا ألوانات الدوكو برضو طبعا شغالين بالفضي بنعمل لمسات على قد ما نقدر في الجبس بتاعنا زي ما حضرتكو شايفين كده طبعا انا شغال بالفض الدوكو يا جماعة اللي هو الفض الفرن بندي لمسات خفيفة طبعا باللون الفضي طبعا بنختار بعض اللمسات ورقة شجر يعني حاجة على السريع كده وما ننساش يا جماعة واحنا شغالين طبعا ما ننساش ذكر الله ونصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا خلصنا اللون الفضي جماعة بنبدأ برضو نشتغل باللون الوردي برضو في الورود طبعا الواناتنا كلها دوكو يا جماعة زي ما حضرتكو شايفين كده بنختار طبعا الورود خفيفة كده برضو نبدأ نشتغل باللون الوردي فيها طبعا أنا باخد حاجات بسيطة ما باخدش الورود كلها لو فرضا مثلا اي وردة بنديها مثلا لمسة خفيفة كده طبعا خلصنا طبعا اللون الوردي بنشتغل باللون الاخدر طبعا ورقة شجر يعني لمسات خفيفة برضو زي ما حضرتكو شايفين بنحاول نقلل من الالوانات علشان طبعا إلا عمود لونه ما يفرق عشي معانا طبعا ويأفور يبقى خفيف طبعا والبتينة بتاعته تكون خفيفة بنختار حاجات خفيفة برضو بسيطة ابدا شكرا ترجمة نانسي قن長 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعاً نعمل بالأبيض الضوك ونلف حوالي الورود والفراغات بالأبيض بحيث الرصاص الغامق يبقى تحت الأبيض عمل ظل خفيف ترجمة نانسي قنقر 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 بمسدس الرش على السريع زي محضراتكو شايفين كده طبعا يا جماعة إذا عجبك الفيديو فما تنسناش طبعا من الاشتراك في القناة وتدوس لايك وتعمل شير علشان الناس كلها تستفاد مع تحياتي أخوكم إبراهيم خلاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة